مرحبا بكم في دليل الجديد ناجيسة لآلة التثقيب MX700 المتميزة بقوتها وطلقة حركتها بإمكانها القيام بعدة عمليات مثل ثقب صفائح الحديد، البلاتين، الأنبيب، الزوايا، القضبان الحديدية بإمكانها التكيف مع كل أنواع القوالب بما فيها تلك التي صنعها الزبون بنفسه إن طلاقة حركتها وسهولة استعمالها يجعلانها آلة لاستغناء عنها للشركات المتخصصة في مجال الحديد للقيام بعملية الثقب نقوم أولا بإدخال القالب ثم لولبته بواسطة المفتاح نضع فيما بعد المثقب في الحسق المناسبة ونثبت بشدة بواسطة البرغي لمركزة المثقب نقوم بنزل المكبس في الوضعية اليدوية مع رفع حامل القوالب حتى يدخل المثقب في القالب ثم نضع القاعدة في الوسط ونلولب حامل القوالب ننزل المثقب في الوضعية اليدوية مع تأديل نهاية التشغيل السفلية حتى إدخال المثقب 2 مم في القالب من ضرور جدا عدم إنزال المثقب أكثر مما هو مشار إليه نضع الحدين في القياس الذي نريده من المهم جدا تشحيم أو دهن المثقب والقالب بعناية بعد كل مئتي عملية ثقب وذلك لإمكانية تمديد الصراحية يجب أن يكون قطر المثقب دائما أعلى من سمك الصفيحة المراد ثقبها فهذه إحدى الأسباب الأساسية لانكساره نستعمل الصفيحة حسب مقياس المثقب وذلك لإمكانية تحسين الاستخراج وتجنب التشوهات التي قد تظهر على القطع نقوم بتعديل نهاية المرحلة العليا حتى يدخل المثقب في المستخرج تسمح وسيلة ثقب الزوايا بالاقتراب إلى أقصى حد من سطح الزاوية أو أي قضيب حديدي آخر موسيقى 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 في كل أنواع الصفائح والقضبان الحديدية بمختلف المقاصة مع تعديل الحدين الجانبيين حسب القياس المختار إلى غاية 150 ملم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتسمح بطي الصفيحة السمكية من 6 إلى 15 ملم والثانية V من 26 ملم وهي لطي سمك من 0.5 إلى 5 ملم يمكن تعديل درجة الطي حسب ارتفاع نهاية تشغيل الألع ترجمة نانسي قنقر لعملية الطي إلى غاية 300 ملم لدينا وسيلة بفتحات مختلفة تسمح بطي الصفيحة بسمك من 0.5 إلى 20 ملم لدى القالب حافتين مختلفتين أو لاهما سميكة خاصة بالصفائح السميكة والأخرى أقل سمكا وهي خاصة بالصفائح الأقل سمكا يفتح القالب بقدر كبير أو بقدر أقل وذلك حسب السمك الذي نود استعماله كلما كانت الفتحة صغيرة كان سمك الصفيحة المهيئة للطي أقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعتبر قضم الأنابيب عملا طويلا وشاقا لكن مع هذه القوالب حركتين تكفي للحصول على قطعة جاهزة للتلحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نقوم بتتقيب مثقب شبكة التهوية بواسطة الشفرة الفلادية نقرب المثقب دون لمس ثم نمركزه ونعدل إلى أقصى حد الجزئيين واحد إلى الآخر للحصول على تقطيع جيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لجعل سهام على أمبوب نعدل نهاية التشغيل حتى تصبح أعلى من قياس الأمبوب ننزل القالب دون لمسه مع طرك مساحة كافية تسطيحه من المهم تعدل حدي المكبس الجانبيين لكي يخرج السهم على استقامة جيدة أصبحت الآلة الآن جاهزة للاستعمال اشتركوا في القناة بإمكان قارب القضبان الضائرية تقطيع الفلاذ الغير لقابل للصدق الحديد الخاص بالخرصانة والمواد الأخرى التي يصل سمكها إلى 35 ملم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يستخدم القالب الذي يحتوي على مصفوفة الدعامات للقيام بعمليتين تتمثل الأولى في التقطيع والتسطيح والثانية تقوم بإحداث ثقب حسب مقياس المثقب الذي نختاره ترجمة نانسي قنقر بعمليات قطع سريعة ومثالية لزوايا 90 درجة وبإضافة دليلين الأول على اليمين والآخر على اليسار نستطيع قطع زوايا 45 درجة أيضا نصنع جميع أنواع القوالب لإنجاز قطع ذات طول وعرض وسمك مختلف بثقوب أو بدونها وكل ذلك بحركة واحدة يقطع القالب بداية قطعة ونهاية قطعة أخرى مما يسمح بصنع القالب لقطع بطول مختلف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بطريقة جد اقتصادية لدينا أيضا قوالب لتدوير شكل زوايا الصفائح بمختلف المحاور القوة الثقة وطلاقة الحركة الاستعمال السهل التصليح السريع وعمق عنقها يصل إلى 350 مم مكبس بشوط 160 مم طاولة عمل واسعة 350 على 600 مم بفتحة مركزية لإخراج القطع كل ذلك يجعل من MX700 إحدى أحسن آلات الثقب في السوق موسيقى نضبط نهاية الشوط العليا حسب المقاس المرغوب فيه ونشغل الآلة في الوضعية الأوتوماتيكية يتحرك المكبس إلى الحد الأعلى نضبط نهاية الشوط السفلة وبذلك يمكننا القيام بالعملية موسيقى مزودة بحاسب القطع في الوضعية اليدوية ينزل المكبس ولا يسعد في الوضعية اليدوية ينزل المكبس ولا يسعد يستعمل لمركزة وتثبيت مختلف القوالب في الوضعية الأوتوماتيكية ينزل المكبس ويسعد أوتوماتيكيا جهاز السلمة عندما يكون الضوء الأحمر مشغلا نستطيع استعمال الآلة دون شاشة الحماية أما في حال عدم تشغيل الجهاز المذكور فلا نستطيع العمل إلا بإنزال شاشة الحماية ترجمة نانسي قنقر إحدى أحسن خدمات الآلة هي إمكانية تكييف أي نوع من القوالب بطريقة جد سهلة فقط بواسطة حزق ملولبة ومكيف نستطيع تثبيت أي قالب من الجهة العليا نريكم فيما يلي بعض التطبيقات المنجزة لزبائن نرجيسة ابتداء من المؤسسات الصغيرة ووصولا إلى المؤسسات الكبرى مثل فورد ونسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر